يمكن كان في ميند سيت سابقاً اللي يدرس التخصص العلمي يروح والله يدرس طب أو هندسة واللي يتخصص التجاري يروح إدارة أعمال مع أنه هذه غير حقيقي أبداً يعني أنا بديت بسيرتي المهنية كجراح في المستشفى العسكري ما كنت أشوف نفسي في المستقبل أن أكون جراحاً يعني مع أنه أحب التخصص دي جات فرصة أن جامعة الخليج العربي طلبوا معيدين فأنا قدمت على قسم طب المجتمع اللي هو الصحة العامة ولله الحمد تم قبولي كلفني لرئيس الجامعة بتحديث عمل رابطة الخريجين في الجامعة وعملناها الرابطة بشكل افتراضي أكثر بدأنا نصدر مجلة باسم الرابطة تذكر فيها نتاج الخريجين تواجدنا كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي صار للرابطة شعار جديد وفي لشهادة ملكية فكرية من وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين